في 8 أكتوبر 2023 وبعد يوم واحد من انطلاق عملية توفان الأقصى 31 منظمة طلابية داخل جامعة هارفرد الأمريكية وقعوا على بيان قالوا في العبارات التالية إحنا بنحمل النظام الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن جميع أعمال العنف اللي بتحصل اللي حصل أول اللي الفلسطينيين عملوا النهاردة ما كانش من فراغ لأنه على مدار العشرين سنة اللي فاتوا ملايين من الفلسطينيين في غزة تم إجبارهم على أنهم يعيشوا في سجن مفتوح المسئولين الإسرائيليين قالوا أنهم حيفتحوا أبواب الجحيم على غزة والمجازر بدأت بالفعل والفلسطينيين حيتحملوا العبء الأكبر للعنف الإسرائيل وإحنا بنحمل نظام الفصل العنصري لوحده المسئولية الكاملة عن اللي بيحصل البيان ده بمجرد ما تنشر قلب الدنيا في الولايات المتحدة وحصل هجوم شارس عليه من مؤيد الاحتلال الإسرائيلي لدرجة أنه بقى بمثابة الشرارة الأولى في سلسلة من الحرايق اللي قدت في النهاية للطرار رئيسة جامعة هارفرد إنها تستقيل غصب عنها من منصبها وده رغم محاولة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إنقاذها ودعمها لحد آخر لحظة علشان تقدر تحافظ على منصبها لكن محدش قدر ينقذ رئيسة الجامعة الأمريكية الأشهر على الإطلاق لأن كان في قوة أكبر على الناحية التانية بتهجمها القوة دي كانت بتضم بشكل أساسي مجموعة من الأفرياء اليهود اللي حاولوا يضغطوا على جامعة هارفرد بطرق كتير أبرزها التهديد بحرمانها من تبرعاتهم اللي بتساوي مئات الملايين من الدولارات ورأس الحربة في الهجوم على رئيسة هارفرد المستقيلة كان الملياردير اليهودي بيل أكمن اللي شن هجوم كاسح على رئيسة الجامعة وعلى مجلس الإدارة لأنهم على حد رأيه فشلوا في مواجهة التصارفات اللي وصفها بأنها معادية للسامية وسمحوا للطلاب بأنهم يهجموا إسرائيل ويحملوها لوحدها مسؤولية اللي حصل في 7 أكتوبر أكمن سخر كل طاقته وعلاقاته وثروته اللي بتتجاوز لـ 4 مليار دولار علشان يعاقب رئيسة هارفرد على تساهلها مع الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للاحتلال الإسرائيلي ونجح في ده في النهاية وده خلى ناس كتير تتساء إزاي أكمن واللي زيه من أفرياء اللي بيتبرعوا لهارفرد يقدروا يفرضوا رأيهم على جامعة تعتبر أغنى جامعة في العالم بواقف تتجاوز قيمته لـ 50 مليار دولار إيه هو مصدر قوة الناس دي؟ وليه أصلاً الناس دي وغيرهم من أفرياء والستريت بتتبرع لهارفرد والغيرها من الجامعات الأمريكية؟ والسؤال الأهم إيه هي حكاية بيل أكمن بالذات مع هارفرد؟ ده جزء من الحندردش فيه مع بعض في حلقة النهاردة أنا أشرف إبراهيم المخبر الاقتصادي بلس في 12 ديسمبر اللي فات نيويورك تايمز الأمريكية نشرت تقرير تحت عنوان حملة بيل أكمن ضد جامعة هارفرد تأتي بعد سنوات من الاستياء في التقرير ده نيويورك تايمز أشارت إلى أن أحد أسباب توتر علاقة الملياردير الأمريكي بيل أكمن بهارفرد ورئيستها كلاودين جاي هو إن فيه خناقة بينه وبين الجامعة بقالها سنتين حوالين تبرع سابق ليه وإنه قال للجامعة إنه مش هيتبرع لها بولا سنت تاني بسبب المسألة دي إيه هي الحكاية أو إيه هي قصة التبرع ده محدش يعرف خصوصاً إن هارفرد عمرها ما تكلمت عن الموضوع ده قبل كده لكن السيد أكمن كطر خيره حكالنا روايته للقصة من وجهة نظره في تغريدة طويلة عريضة نشرها في نفس اليوم علشان يعلق على تقرير نيويورك تايمز اللي وصفه بإنه خاطئ والقصة كما حكاها أكمن كانت كالتالي في 2017 جامعة هارفرد عينت أستاذ الاقتصاد السلوك الشهير راتشيتي ولكن الجامعة كانت محتاجة فلوس علشان تمول الكورس بتاعه في الإطار ده واحد من مسؤول الجامعة اتصل بأكمن علشان يعرض عليه إنه يمول الكورس ده خصوصاً وإن أكمن إلى جانب كون وخديج هارفرد واحد من أبرز المتبرعين لها فهو كان مهتم جداً بالاقتصاد السلوكي لكن يظهر إن هارفرد راحت لأكمن في وقت غير مناسب الراجل كان لسه مطلق مراته في أواخر 2016 وكان داخل مع طلقته في حوار كبير حوالين تقاسم ثروته معاه وفي نفس الوقت صندوق التحوط اللي كان بيديره كان لسه خارج خسران ما يقرب من 3 مليار دولار من استثمار فاشل في شركة اسمها Valiant Pharmaceuticals يعني كان بيته مخروب من كل النواحي المهم أكمن على حسب كلامه ما كانش معاه في الوقت ده سيولة تسمح له بإنه يتبرع لهارفرد ويديها فلوس كاش علشان يمول الكورس بتاعة شاتي ولكنه برغم كده ما استسلمش الراجل من كرم أخلاقه عمل حركة لطيفة جد أكمن إدى جامعة هارفرد أسهم من اللي كان بيملكها في شركة تجارة إلكترونية كورية جنوبية اسمها كوبانج الأسهم دي كانت قيمتها وقتها 10 مليون دولار وساعتها أكمن اتفق مع جامعة هارفرد لاتفاق التالي لو القيمة السوقية للأسهم دي قلت عن 10 مليون دولار فهو حيدفع للجامعة الفرق ولو زادت عن 15 مليون دولار فمن حقه إنه يخصص أي مبلغ فوق الـ 15 مليون دولار لصالح أي مبادرة هو يختارها في جامعة هارفرد المهم هارفرد خدت من أكمن الأسهم اللي اتبرع بيها ومرت الأيام وبعدين في يناير 2021 أكمن عارف إن كوبانج حتطرح للاكتتاب العام في سوق الأسهم وفي اللحظة دي قيمة الأسهم اللي كان أكمن اتبرع بيها الهارفرد كانت وصلت لـ 85 مليون دولار أكمن أول ما عارف فرح جداً وجري على هارفرد علشان ينفذ الاتفاق معنى إن الأسهم اللي هو اتبرع بيها بقت قيمتها 85 مليون دولار يبقى كده في 70 مليون دولار فوق الـ 15 مليون هو يقدر يخصصهم لأي برنامج داخل الجامعة هو يختاره ولكنه لما تواصل مع الجامعة تفاجأ بمفاجأة غير صارة هارفرد مانيجمنت كامباني الشركة اللي بتدير وقف هارفرد الضخم باعت الأسهم اللي أخدتها منه في مارس 2020 والأسهم دي غالباً اتباعت بعشرة مليون دولار أكمن بقى الجنن هنا وبيقول ما قالوش ليه ليه إنهم محتاجين سيولة وأنا كنت اشتريت الأسهم منهم بكل سرور المهم من لحظة ما دا حصل ولحد النهاردة وفي جدال ما بين أكمن والجامعة حوالين 70 مليون دولار دول أكمن عاوز هارفرد تدي له من فلوسها 70 مليون دولار يخصصهم هو بمعرفته رغم إنها ما كسبتش أصلاً 70 مليون دولار من الأسهم دي هي دي القصة باختصار على حسب اللي حكاء أكمن بنفسه وما نعرفش الاتفاق دا تم من الأساس ولا لأ لأن جامعة هارفرد من ناحيتها معلقتش على كلامه لكن إحنا ممكن نعلق على كلام أكمن أولاً فكرة إن جامعة زي هارفرد اللي بتملك وقفة قيمته بيقترب من 51 مليار دولار دولار ينطح دولار تبيع أسهم أكمن أو غيره علشان محتاجة سيقولة قيمتها 10 مليون دولار بس هي فكرة أقل ما يقال عليها هي إنها فكرة سخيفة وغير منطقية هارفرد تقدر توفر أضعاف أضعاف المبلغ دا بدون ما تضطر إنها تبيع شيء من أصولها وهنا واحد يسألني طب ليه هي باعت الأسهم بتاعة أكمن لما هي مش محتاجة فلوسها والإجابة باختصار هي إن وقف جامعة هارفرد اللي بيديروا مجموعة من أفضل خبراء الاستثمار في العالم حاطين بالفعل خطة استثمارية للوقف وبيخصصوا الفلوس اللي تحت إيدهم وفقاً للخطة دي يعني الوقف ده له في النهاية محفظة استثمارية واضحة متقسمة تأسيمة معينة التبرعات لما بتيجي في صورة غير الكاش زي ما حصل في الحالة بتاعة أكمن الوقف ببساطة بيسيل التبرعات دي ويحولها الكاش ويخصصها على حسب تركيبة المحفظة بتاعته يعني لو فرضنا إن المحفظة بتاعة وقف هارفرد متقسمة 50% سندات 30% أسهم 20% عقارات فكل الفلوس اللي دخلة للوقف لازم في النهاية تخدم على التأسيمة دي لأنها الأصلح من وجهة الخبراء اللي بيديروا الصندوق لو ده ما حصلش وهارفرد احتفظت بكل الأسهم اللي بتحصل عليها من كل متبرع دي مش هتبقى خطة استثمارية ده حيبقى سوق الثلاث تخيل مثلاً ألف واحد اتبرعوا لهارفرد بأسهم بيمتلكوها في ألف شركة مختلفة لو هارفرد احتفظت بالأسهم اللي من كل لون دي فدي نقدر نعتبرها أي شيء في الدنيا ولكنها بالتأكيد مش محفظة استثمارية واللي بيعقد الأمور هو إن أصلاً هارفرد طول الوقت بيجي لها تبرعات في صورة أسهم من أكمن واللي زي ودي نقطة مهمة جداً ضرورة تنتبهولها من فضلكم أكمن وغيره من أفرياء ويل ستريت بيتعمدوا إن تبرعاتهم للجامعات أو أي نشاط خيري تكون في صورة أسهم مش كاش وده ببساطة لأن الأسهم هتوفر لهم فلوس أكتر وتخفضات ضربية أكبر على سبيل المثال أنت مستثمر أمريكي معاك أسهم قيمتها السوقية خمسين مليون دولار كنت شريها بخمسة مليون دولار وعايز تتبرع بالأسهم دي الهارفرد مثلاً منه تسوق لنفسك وتدعم أجندة معينة في الجامعة لو عندك أجندة ومنه تستفيد من التخفضات الضربية اللي حتكسبها من وراء التبرع ده هنا أنت قدامك طريق من اتنين الأول هو إنك تدي هارفرد فلوس كاش في إيدها وفي الحالة دي حتبيع الأسهم بتاعتك في السوق مقابل خمسين مليون دولار وبما إنك كنت شريهم بخمسة مليون دولار فأنت حتدفع للحكومة الأمريكية ضرائب أرباح رأس مالية على الفرق اللي بين سعر الشراء وسعر البيع اللي هو خمسة واربعين مليون دولار بعد ما دفعت الضرائب قول المبلغ صف صف معاك مثلاً على 40 مليون دولار هتاخد لـ 40 مليون دولار دول وتديهم لهارفرد كتبرع والحكومة على الناحية التانية هتديك تخفضات ضربية قصاد لـ 40 مليون دولار دول اللي انت تبرعت بيه حلو الكلام لحد هنا طب إيه رأيك لو قلتلك على طريقة تخلي الحكومة تديك تخفضات ضربية كأنك تبرعت بالـ 50 مليون دولار كمين مش 40 بس والنقطة دي هتاخدنا للطريقة التانية اللي بيتتبعها أكمن وغيره من أفريق وولستريت عن قصد باختصار بدل ما تبيع الأسهم في السوق ويتخصم منك ضريبة أرباح رأس مالية وقيمة التبرع تخص لا انت هتدي الجامعة في إيدها الأسهم اللي قيمتها 50 مليون دولار زي ما هي والحكومة لما تيجي تحسب لك التخفضات الضربية هتعملك كأنك متبرع بالـ 50 مليون دولار كاش على الناحية التانية الجامعة هتاخد الأسهم منك تبيعها في السوق بـ 50 مليون دولار ومش هتدفع ضرائب لأنها معفاة من الضرائب وبالتالي حيدخل خزنتها 50 مليون دولار وده أعلى بالتأكيد من الـ 40 مليون اللي كانت هتاخدهم لو أنت اللي بعت الأسهم بنفسك ده باختصار وين وين سيتيوشن للطرفين الجامعة كسبانة وانت كمستثمر كسبان ومكسابك جاي من التخفضات الضربية الأكبر علشان كده المستثمرين اللي زي بيل أكمن بيحبوا يتبرعوا بالأسهم لأنها أرخص وأوفر من الكاش الفكرة مش فكرة سيولة خالص ومن هنا تقدر تفهم سبب غضب أكمن من الحركة اللي عملها مسؤولي وقف هارفرد لأنهم ضيعوا عليه فرصة الاستفادة من تبرع بقيمة 70 مليون دولار لما تصرفوا في الأسهم ومحتفظوش بيها رغم أن ده الطبيعي أصلا وتقدر تفهم برضو المنطق والهدف من وراء طلبه الغريب من هارفرد إنها تديله من فلوس الوقف 70 مليون دولار علشان يتبرع هو بيهم تاني للجامعة وكأنه هو اللي تبرع بالفلوس دي المهم لما الأزمة دي حصلت بين أكمن وبين هارفرد في 2021 كان رئيس الجامعة ساعتها هو لورانس باكاو باكاو معبرش أكمن لحد ما مشي في نهاية يونيو 2023 مشي الراجل ده وجات وراء الأستاذ الجامعية كلاودن جاي أكمن كان عنده أمل إن جاي تحلله مشكلته ولكن ده ما حصلش وهي كمان معبرتوش وأكمن ما كانش يقدر يعمل معها حاجة لحد ما حصلت عمليه الطفون الأقصى في 7 أكتوبر 2023 اللي قلبت العلم كله بدون مبالغة واللي حطت جاي بحكم منصبها في ورطة كبيرة جدا سمحت لأكمن إنه يخلص منها القديم والجديد فجأة العلم كله تنصب تركيزه على اللي بيحصل في فلسطين المحتلة وبالأخص في قطاع غزة اللي تعرض لوحدة من أعنف حملات القصف وأكثرها إجراماً في التاريخ على عيد جيش الاحتلال الإسرائيلي اللي كان بيستهدف بشكل غبي ومجرم المدنيين وبالأخص النساء والأطفال المشاهد المرعبة اللي كانت بتخرج من قطاع غزة تسببت في تعطف كبير مع الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والتعطف ده كان ظاهر بشكل واضح بين فئة الشباب بما في ذلك طلاب الجامعات الأمريكية وفي السياق ده خرجت مظاهرات في حرم جامعة هارفرد تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وخرج البيان الشهير اللي وقعت عليه 31 منظمة طلابية في الجامعة واللي حملوا فيه الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن العنف اللي بيحصل وده طبعاً جن المؤيد الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة ومن ضمنهم السيد بيل أكمن في 10 أكتوبر وبعد يومين من نشر طلاب هارفرد اللي بيانهم لأول مرة بيل أكمن طلع على إكس أو تويتر وطالب جامعة هارفرد بأنها تعلن عن أسماء الطلاب الأعضاء في المنظمات اللي وقعت على البان ده علشان هو ورؤساء تنفيذيين غيره ما يعينوش أي حد من الشباب دول في أي وظيفة عنده ولكن جاي رئيسة هارفرد ما استجبتش وما أعلنتش أسماء الشباب دول وفوق كده سمحت لطلاب الجامعة المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للعدوان الإسرائيل على قطاع غزة بأنهم يعملوا مظاهرات في الجامعة زي ما هو مسموح للطرف المضاد إنه يعمل مظاهرات وده في إطار حرية التعبير اللي بيكفلها أولاً الدستور الأمريكي وثانياً لوائح وأنظمة الجامعة اللي بتستند برضو للدستور الأمريكي فيما يتعلق بمسألة الحريات واحدة من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين علق أكمن عليها وقال يوم 1 نوفمبر اللي فات إزاي الطلاب دول ما يتوقفوش فضل أكمن يهاجم هارفرد ورأستها لأسابيع بعد عملية طفان الأقصى ولكن بلا جدوى جاي رغم الانتقادات كان موقفها قوي والجامعة كانت وراها والوضع ده استمر لحد يوم 5 ديسمبر في اليوم ده النعيبة الجمهورية إليس ستيفاني تزعمت جلسة استماع في الكونجرس تم خلالها سلخ رؤساء جامعات هارفرد ومن سلفينيا وامايتي واستجوابهم لمدة خمس ساعات حوالين ظاهرة معادات السامية اللي تم اتهمهم بأنهم مش بيحربوها كفاية في الحرم الجماعي وطبعاً أنتو دلوقتي بايتوا فاهمين إن المقصود ضبناً الأيام دي بمكافحة معادات السامية هو محصرة أي صورة من صور التأييد للفلسطينيين وأي شكل من أشكال انتقاد الاحتلال الإسرائيلي المهم أثناء جلسة الاستماع اللي كانت مزاعة على الهوى استيفانيك حاولت بشكل خبيث إنها تدفع رؤساء الجامعات التلاتة لإجابات معينة ولكن التلاتة كانوا منتبهين وحاولوا يتلافوا الفخ ويلتزموا بقدر الإمكان بلواقعهم وعنظمتهم الجامعية اللي بتضمن حرية التعبير ولكن ده ارتد عليهم على سبيل المثال اللي عملته استيفانيك مع جي رئيسة هارفرد كان كالتالي أولاً استيفانيك ساوت بشكل لئيم بين كلمة الانتفاضة اللي بعض الطلاب في هارفرد هتفوا بيها في المظاهرات وبين الإبادة الجامعية لليهود وكأن الطلاب اللي بيهتفوا بكلمة الانتفاضة بيدعوا لإبادة اليهود وعلى هذا الأساس استيفانيك وجهت لرئيسة هارفرد السؤال التالي هل صحيح أن الدعوة إلى الإبادة الجامعية لليهود تنتهت قواعد السلوك في جامعة هارفرد جاي اللي كانت حريصة على أنها تجاوب إجابة دقيقة وكانت فاهمة كويس جداً محاولة استيفانيك ردت عليها وقالت لها أن الأمر في الحالة دي بيعتمد على السياق علشان تبغيتها استيفانيك وتقولها الأمر ده ما بيعتمدش على السياق وعلشان كده أنت لازم تستقيل رئيسة هارفرد في الواقع ما قالتش ولا كلمة غلط وإجاباتها كلها كانت دقيقة ومتوافقة مع الكود السلوكي للجامعة ومع الدستور ولكن برأي مؤيد الاحتلال الإسرائيلي الإجابات دي كانت مائعة ومش قوية كفاية لمناهضة معادات السامية وده مع الأسف قلب الدنيا علاجي وزملائها من رؤساء الجامعات اللي تم استجوابهم معاها برضو واللي إجاباتهم كانت شبيهة بإجابات جاي ومجرد ما جالسة الاستماع انتهت بقت فيه مطالبات كتير أغلبها من مؤيد الاحتلال الإسرائيلي باستقالة التلاتة من منصبهم وده في ظل هجوم إعلامي شالس وغير مسبوك عليه وفي الإطار ده ظهر الدور اللي بيلعبوا الأثرياء اللي بيتبرعوا للجامعات الأمريكية في توجيه الجامعات دي والتأثير عليها يوم 7 ديسمبر الرجل الأعمال الأمريكي روس ستيفنس بعت رسالة لجامعة بنسلفينيا يهددها فيها بإنه حيسترد منها تبرع قيمته 100 مليون دولار لو إليزابيث ماجيل فضلت رئيسها للجامعة وبالمناسبة 100 مليون دولار بتوع الراجل ده كانوا قاسهم برضو مش كاش وطبعاً انتوا فاهمين ليه المهم قبل ما يمر يومين على التهديد بتاع الراجل إليزابيث ماجيل رئيسة جامعة بنسلفينيا كانت هي أول واحدة طارت من منصبها طيروها بعد أربعة أيام بس من جلسة الاستماع جلسة الاستماع كانت يوم خمسة اضطرت تقدم استقالتها يوم تسعة استقالة ماجيل بالسرعة دي جرأت مؤيد الاحتلال الإسرائيلي وبالأخص الأفرياء منهم على إنهم يخلوا رئيسة هارفرد هي كمان تحصل رئيسة بنسلفينيا وده إما من خلال إجبارها على الاستقالة أو دافع الجامعة لإقالتها ورأس الحربة في الهجوم الكاسح اللي شنه عنصار الاحتلال الإسرائيلي على جاي كان هو بيل أكمن لما تشوف حساب أكمن على تويتر خلال الفترة دي تلاقيه كان مسخره تقريبا للهجوم على رئيسة هارفرد والدعوة لإقالتها أكمن من كتر ما هو كان مصمم واخد الموضوع التحدي كنت بتلاقيه بيكتب تغريدات طويلة جدا بعضها بيتجاوز الـ 1600 كلمة علشان يقلب الدنيا على جاي من هنا صحيفة زي نيورد تايمز ربطت بين تفاني أكمن في الهجوم على جاي وما بين أزمته معاها بسبب أزمة التبرع اللي حكيتها لكم من شوية واللي جاي مساعدتهش فيها لكن أكمن بينفي إن ده السابق وبيدعي إن محركه الوحيد في السياق ده هو رغبته الصادقة في محاربة معادات السمية على أي حال جاي قدام الهجوم الكاسح عليها وعلى الجامعة اضطرت تطلع تعتذر يوم 8 ديسمبر عن الطريقة اللي أجابت بيها على الأسئلة اللي وجهت لها خلال جلسة الاستماع وقالت إنها فشلت في إدانة التهديدات بالعنف الموجهة ضد الطلاب اليهود بالشكل اللائق ولكن الاعتذار ده ما كانش كفاية من وجهة نظر خصومها اللي تقدر تقول إنهم كان عندهم رغبة في إزلالها وجعلها عبرة ومثل لكل رواساء الجامعات في أمريكا خصوصاً وإننا بنتكلم على رئيسة هارفرد اللي هي أشهر وأغنى جامعة في أمريكا استمرت الضغوط على جاي وعلى الجامعة ولكن جامعة هارفرد وعلى عكس جامعة بنسلفينيا وقفت جامعة رئيستها جاي وقفة محترمة وجاي في نفس الوقت رافضت إنها تستقيل وتمسكت بمنصبها في 11 ديسمبر المئات من أعضاء هيئة التدريس في هارفرد وقعوا على عريضة أعلنوا فيها عن دعمهم لجاي وبعدها بيوم وفي بيان صدر في 12 ديسمبر عن هارفرد كوربوريشن اللي هي أعلى هيئة إدارية في هارفرد أعضاء الهيئة أعلنوا بالإجماع عن دعمهم لرئيستهم كلاودن جاي في الاستمرار في منصبها وفضلت الجامعة متمسكة بموقفها رغم تهديد مليارديرات من بينهم لينبل فاتنك على سبيل المثال بحرمان الجامعة من تبرعاته وده بالمناسبة تهديد خطير إرادات جامعة هارفرد السنوية مش بتغطي نفقتها والتبرعات هي اللي بتغطي الفجوة دي السنة اللي فاتت التبرعات الخيرية كانت بتمثل حوالي 45% من داخل جامعة هارفرد اللي وصل لـ 5.8 مليار دولار وفي نفس الوقت التبرعات بتمثل حوالي 36% من الوقف اللي قيمته بتقترب من 51 مليار دولار واللي تم تكوينه على مدار عقود لكن أجمع ما استسلمش ولعب دور كبير في الترويج لاتهام جاي اللي هي بالأساس أستاذة جامعية بالسرقة الأدبية وإنها كانت بتنقل معلومات في أبحاثها من مصادر تخص باحثين تانين بدون ما تذكر المصادر دي جامعة هارفرد فتحت تحقيق في الموضوع وبدأت تعمل مراجعة لشغله وأبحاث جاي القديمة ولكن في ظل تكاثر اللغة والانتقادات اضطرت جاي للاستقالة من منصبها يوم 2 يناير 2024 علشان تبقى صاحبة أقصر مدة رئاسة أضاها أي حد في تاريخ هارفرد طبعا تقدروا تتوقعوا أن بيل أكمن ساعتها كان هو أسعد شخص في العالم ولكنه ملحقش يفرح جاي استقالت يوم لتنين من رئاسة هارفرد يوم الجمعة موقع بيزنس إنسايدر نشر من فجأة غير سارة لأكمل لما كشف أن في جماعة أولاد حلال دواروا ورا مراته جديدة الإسرائيلية نيري أوكسومان اللي هي مهندسة معمارية ومعها درجة الدكتوراه من MIT واكتشفوا أنها سرقة في الأبحاث بتاعتها جمل وفقرات كاملة من وكيبيديا من وثائق فنية ومن علماء تانيين فجأة كله بدأ ينخور ورا كله والسرقة الأدبية تحولت لسلاح الأطراف المتصرعة بتستخدامه بدأ أكمل يدفع عن مراته الجديدة اللي كانت بالمناسبة ملازم أول في سلاح الجو الإسرائيلي وعلشان يخوف MIT اللي الدكتوراه بتاعت زوجته تتعاملت فيها وكتب على تويتر أنه عاوز مساعدة علشان ناوي يعمل مراجعة لشغل جميع أعضاء هيئة التدريس في معد MIT والمنتسبين ليه ولكن في النهاية طلعت مرات أكمل واعتذرت عن السرقة الأدبية اللي اتورطت فيها في الدكتوراه بتاعتها بس كده محدش كلمها أو عمل معها حاجة وهكذا انتصر بيل أكمل وزوجته على اتنين من أعرق الجماعات الأمريكية وبالتأكيد الاحتلال الإسرائيلي ممنون جداً لهم لأنهم قدموا له خدمة عظيمة من خلال التسبب في إقالة رئيس جامعة هارفرد وجعلها عبرة لأي رئيس جامعة في أمريكا يفكر يدي مساحة من الحرية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الحرم الجامعي ولكن خدمات أكمل ومراته للاحتلال الإسرائيلي ما وقفتش عند الحد ده في 24 يناير 2024 الملياردير اليهودي ومراته اشتروا مع بعض حوالي 5% من بورس التل قبيب مقابل ما يقرب من 25 مليون دولار الفلوس دي أكمل ومراته ضخوها في الاقتصاد الإسرائيلي في وقت هو في أمس الحاجة فيه للنوع ده من الاستثمارات أكمل ما اكتفاش بدعمه للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنما كمان كان حريص على أنه يوضح بشكل لا لابسة فيه التضامن مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال ضخ الاستثمار ده هو ومراته في إطار تعليقه على الصفقة دي أتمن بيقول لرويترز بالنص أن الاستثمار في بورس التل قبيب بيمثل دعم منه ومن مراته لإسرائيل لحد هنا أنا خلصت كلامي وكالعادة عندي سؤال لحضراتكم في الحلقة دي احنا تكلمنا عن الدور اللي بيلعبه أثرياء والستريت في التأثير على الجامعات الأمريكية خصوصا في ظل العدوان الحالي على قطاع غزة ولكن في حقيقة الأمر في مصدر ضغط تاني مهم على الجامعات الأمريكية وأنا هنا بتكلم على اللوب الإسرائيلي في واشنطن اللي نقدر نقول أنه فعال جدا في التأثير على الجامعات الأمريكية من خلال عدة طرق أبرزها تجنيد طلاب الجامعات من أجل الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي والتجسس على زميلهم وأسازتهم من مناهضين للاحتلال أو المؤيدين للفلسطينيين والتبلغ عنه السؤال بقى هل تحبوا نتكلم في الموضوع ده؟ هتابع إجاباتكم في التعليقات في النهارة لعبوتكم الحلقة وحبين نشوفونا تاني اشتركوا في القناة واستنونا في حلقات جديدة بإذن الله سلام